مساء الخير عليكم و اهلا بكم معي في مطبخ نونة معاكم نونة الحجير لو اول مرة تحضروا فيديو معي على القناة ياريت تكرموني بالاشتراك ولو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايكات النهاردة ان شاء الله هقدم لكم تحليط البودنج التبقات او المهلبية التبقات سهلة و بسيطة مكوناتها كتير مش مكلفة اقتصادية جدا و شكلها شيء جدا و طعمها فوق الطحفة ده منظرها و شكلها بعد ما خلصت شايفين منظرها عامل ازاي هقطع قطع كمان علشان اوريكم الشكل من جوه الطبقات عامل ازاي و متماسكة جدا من غير جيلاتين حاجة بسيطة جدا جدا و جميلة جدا و هتعجب ولادك و تعجب ضيوفك و تبهرهم كمان لو عندك مناسبة شوفي كده معايا شكلها معلش انا بطول عليكم شوية النهاردة في البداية بتاعت الفيديو بس حبيت ان انا اوريكي التفاصيل قبل ما ادخل في طريقة التحضير شايف المنظر الطبقات و هتنبهر كمان ان هي من غير جيلاتين جميلة جدا و طعمها بجد تستاهل ان انت تجربيا و خدي مني و على ضمانتي انا ما بقدمش حاجة غير لما بجربها عندي و بتطلع بجد تستاهل ان انا انزلها لمتابعين يلا بنا نبدأ مع بعض بسم الله المقدير و طريقة التحضير انا معايا هنا بكت نشا او تقريبا خمس معالق نشا كبار و معايا حليب و معايا هنا عصير كاركا دي تمام؟ تقريبا كبايتين من عصير الكاركا دي حطيت عليه معلقتين كبار من النشا و بدوبهم كل ده على البارد قبل مولع النار تمام؟ لازم تدويبي كويس جدا النشا اوعد ديف النشا و العصير بتاعك او الحليب دافي و معايا برضو ما يعادل نص كيلو حليب سائل كامل الدسم اوكي؟ حطيت عليه برضو معلقتين كبار من النشا دوبتهم في معلقتين حليب ما دوبتهمش في مية و ضفت هنا رشا من الفانيليا او بكت من الفانيليا و برضو فانيليا على الكاركا دي الكاركا دي دا المشروب اللي احنا بنعملوه بنشربو في رمضان انا حبيت ان انا اغير النهاردة من شكل البودنج او شكل المهلبية بتاعتي ما عنديش فاكة لقيت عندي شوية كاركا دي طلعت عملت عصير واشتغلت بهم هنا ولعت النار وهدتها واشتغلت وحطت سكر وطبعا بتدوئي السكر حسب التحلية حسب الرغبة واول القليط معاكي ما يتقل كده بتدفي عليه تمام جبت بولة ومسحتها مسحت زيت خفيفة جدا اي بولة بقى اي شكل انت حبه فيه البودنج بتاعك يطلع مدور مربع على حسب انت برضو زوك هتحطي اول حاجة البودنج بتاعي اللي هو بالفانيليا او الحليب السادة تمام قبل ما يبرد يعني هو كده دافي علشان خاطر لو برد هيكتل في مكانه هيمسك في مكانه طبعا وانت بتعمليه عن نار احتاج منك نشا بتضيفي نشا بس بتدوي بيهم في معلقتين مية وتهدي النار وتقلبيهم كويس جدا اوكي لحد ما يديك السمك اللي انت محتاجة انا بعد خلاص ما حطيت البودنج الاولاني طبقة الاولانية طبعا معايا الكاركا دي اهو شايفاه تقل برضو نزلته منع النار وححطه طبعا الطبقة الاولانية باستنى عليها تهدى مجرد بس ثواني مش كتير وبضيف الطبقة التانية اللي هي البودنج بتاعي الكاركا دي وهو سخنه برضو ده على ده علشان اللي اتنين يتمسكوا مع بعض لو واحد مسك وبرد وحطيت التاني هيفصل مش هيمسكوا مع بعض خد يبالك من التكات دي علشان تطلعوا معاك بالطريقة اللي انت حابة تشوفيها اهو فضيت ده على ده تمام طبعا انا مش عايزة عابي البولا للاخر انا اكتفيت بال شوية دولت او الحجم ده اوكي حتسيبيه يهدى شوية كده وبعد كده بتدخلي التلاجة لمدة ساعتين او تلاتة لحد ما يمسك انا تبقى معايا شوية من مهلبية الكركدي قطعت شوية موز في بولتين صغيرين برضو استغلتهم ان انا اعمل برضو مهلبية او بودنج كركدي سادة بقطع الموز اللي عندي طبعا عندك فراولة حابة تحطيهم سادة الكركدي سادة مفيش مشكلة انا بس اللي كان متوفر عندي وقتها وطبعا سبته لحد ما هذا شوية وبعدين دخلته التلاجة لمدة ساعتين او ثلاث ساعتا لحسب انت ما حابة تخرجيهم او الوقت اللي انت مش مستعجل عليه بصي لازم يهدى خالص من البخار اللي بيطلع ده وبعدين دخلي التلاجة عزت تحطيه في الفريز للمدة ساعة اوكي ما فيش مشكلة عزتحطيه على الرفع عادي في التلاجة يبقى ساعتين لتلاتة هنا خلاص بعد ما تماسك معايا خرقته شايف الشكل ازاي قبل ما قلبه من البولة هخرجه من البولة قدامك علشان ما تقلقيش خالص وقادي اللي هو عملتها لحالها مهلبية بالموز بتاعت الكركة دي طبعا بقى انت بالجرنش بتاعك برضو على حسب رغبتك وعلى حسب المتوفر عندك بصي بقلبها ازاي خرجت معايا بكل سهولة طبعا دهنة الزيت ساعدت معايا ان المهلبية بتاعتي ما تلزقش في البولة بتاعي او الطبق اللي انا هعمل فيه الشكل اهي شايف المنظر شايفة بتتهزي ازاي عاملة بالضبط زي حلقومة الفنجان اللي انا عملتها بالمندرين او باليوسيفي كانت نفس الفكرة ونفس الشكل اللي هو بتتهزي كده من غير جيلاتين طبعا التانية كان فيها اضافات هنا مش موجودة تمام اهو الشكل النهائي بقى بتاعي حجرنشه انا عندي سوداني طبعا جراشته مع بسكوت اوكي فول سوداني مش كتير فجراشته مع كم قطعة بسكوت سادة يعني حبيت ان هو يبقى خشن علشان يبان محبيتش ان هو يبقى بودر ناعم جراشته كده بس في كيس بيدي اهو وهرشه على الوش عندك بقى اي نوع من المكسرات سوداني بس بسكوت بس لحاله ممكن انا محبيتش حط جوز هند لان جوز الهند حيبقى ابيض على الطبقة البيضة فمش هيبان فالبسكوت السادة اللي عندي اللي هو بسكوت الشاي العادي ومعاه كم حبة سوداني جراشتهم على بعض كده زي ما انت شايفها ورشتهم على الوش اهو وعندي برضو كريم شونتي برضو كل الحاجات دي كانت اضافات ممكن تستغني عنها انا الكريم شونتي كان عندي في الفريزر خرقته طبعا وعملته اهو كام وردة مش اكتر وبرضو حبيت ان انا ازين بالفراولة حاجة كده برضو تدي تكة تكسر اللون معي انت بقى انشكلي على حسب رغبتك يا رب النهاردة بس تكون الوصفة بتاعت خفيفة ومش مكلفة اقتصادية على قد اليد زي ما بحب اقدم لك دايما حاجة تقدري تعمليها ما تكون شغالي علينا وما تنسونيش يا جماعة الفيديو لو عجبكم اللايقات ضروري ضروري جدا ومالي اشتراك في القناة كانت معكم نونة الحجيري صحتين وهنا على قلبكم يا رب